السؤال الثالث يرتبط بصيغة صلاتنا على محمد وآله فبحسب الرسالة يقول صاحب الرسالة من أن الصيغة الصحيحة أن نقول صلى الله عليه وآله حينما نذكر رسول الله لا أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم لأن ما جاء في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يراد من التسليم هنا التسليم الخضوع والإنقياد هذا الكلام ليس دقيقا وجه من وجوه الآية هو التسليم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجه من وجوه الآية هو التسليم الخضوع والإخبات والإنقياد لرسول الله وآل رسول الله إذا كان الكلام بهذا المستوى فهذا الكلام صحيح بدرجة مئة بالمئة على سبيل المثال هذا كتاب المحاسن للبرق من كتبنا القديمة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة الحديث الثاني بسنده بسند البرق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به هذا وجه من وجوه الآية الكريمة ووردت روايات عديدة بهذا المضمون هذه الرواية مثال من الأمثلة هكذا قال الصادق صلوات الله عليه في معنى صلوا عليه وسلموا تسليما قال الصلاة عليه هي هذه التي نعرفها الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به هذا وجه من وجوه الآية الكريمة ولكن وجها آخر أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم هذه صيغة قرآنية دقيقة وصحيحة وكاملة بدرجة مئة بالمئة إذا رجعنا إلى الروايات والأحاديث فإن الأئمة تارة يقولون صلى الله عليه وآله وسلم وتارة يقولون صلى الله عليه وآله إلا أنهم في أكثر الموارد بحسب الكتب التي بين أيدينا يقولون صلى الله عليه وآله لماذا؟ لا لأن الصيغة الثانية ليست صحيحة الصيغة الثانية هي الصيغة المنتشرة في الأدعية والزيارات الأئمة هنا يريدون من أن نلتفت إلى الشعار الأول من شعارات التشيع وهو الشعار الجامع المانع اللهم صل على محمد وآل محمد هذا هو شعارنا شعار التشيع هو هذا الجامع المانع أما الشعار الأصل أشهد أن علي ولي الله هذا هو شعار الأصل لكن هناك شعار جامع مانع موجز مختصر اللهم صلي على محمد وآل محمد في زيارة أمير المؤمنين لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة أمير المؤمنين التي نزوره بها في يوم الأحد فماذا نقرأ في آخرها وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزيارة أذهب إلى موطن الحاجة فقط وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن زيارة أمير المؤمنين في يوم الأحد إلى دعاء كميل بن زياد والذي يقرأ في ليالي الجمعات في آخر الدعاء ماذا نقرأ في آخر دعاء كميل بن زياد يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا فهناك هذه الصيغة صل على محمد وآل محمد وهناك هذه الصيغة وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا وإذا ما ذهبنا إلى المناجاة الشعبانية وهي أهم مناجاة وردت في كتب الأدعية والزيارات المناجاة الشعبانية فماذا نقرأ في آخرها وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وماذا نقرأ أيضا في الزيارة الجامعة الكبيرة في ختامها أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وماذا نقرأ أيضا في الصلاة المروية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة على النبي في آخرها وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار الأخيار وسلم تسليما وماذا نقرأ أيضا في دعاء الندبة الذي استدل به الأخ العزيز أبو فدك من أن الصلاة وردت فيه من دون تسليم وردت فيه الصلاة من دون تسليم ووردت فيه الصلاة مع التسليم ماذا نقرأ في أول دعاء الندبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلم تسليما ونقرأ أيضا في عبائر دعاء الندبة إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله وتكرر هذا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله وتكرر هذا في دعاء الندبة ولكن دعاء الندبة ابتدأ بالصلاة والتسليم والأمر هو هو إذا ما ذهبنا إلى زيارة قمر الهاشميين إلى زيارة أب الفضل العباس في زيارة العباس فإننا نجد الأمرين قد ورد فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وهنا أسقطت فاطمة وعن فاطمة وعن الحسن والحسين صلوات الله عليه من دون تسليم وفي زيارة نفسها السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين أسقطت فاطمة هنا أيضا صلى الله عليه وسلم فالتسليم الذي جاء في الآية الكريمة من سورة الأحزاب بخصوص الصلاة على رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم التسليم هنا في جهة من الجهات سلام عليه نسلم عليه وفي جهة من الجهات إنه التسليم العقائدي والعملي في الخضوع والإخبات والانقياد لما يريده محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعينما نقول صلى الله عليه وآله هذه صيغة صحيحة تشير إلى شعارنا اللهم صلي على محمد وآل محمد وحينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم هذه صيغة صحيحة تأتي منسجمة مع مضمون الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم في الأفق الذي يكون معنى التسليم أن نسلم سلاما تحية على رسول الله الأدعية والزيارات مشحونة بالصلاة والتسليم نحن نصلي نصلي يوميا في الصلوات الواجبة وحتى في الصلوات المستحبة في خاتمة الصلاة نصلي على محمد وآل محمد ونسلم على محمد وآل محمد الصلاة تختم بالصلاة عليهم وبالسلام عليهم صحيح أن الشيعة يسلمون على النبي فقط وبعد ذلك يسلمون على أنفسهم ويتركون سلام على أهل البيت لأنهم يعتمدون النص الشافعي الذي يتبناه ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين هذه أحاديث أهل البيت هذا ما هو كلامي هذه صيغ التسليم في روايات أهل البيت صيغة التسليم التي يقرأها الشيعة في صلواتهم هي صيغة تسليم مراجع النجاف وهي صيغة تسليم الطوسي وهي صيغة شافعية وردت في رواياتنا لكنها وردت بلسان التقية وأئمتنا أمرونا ألا نعمل بأحاديث التقية فليس هناك من تقية في زماننا ولا حتى في القرون السابقة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن فإن التقية تبدلت قوانينها وانحسرت إلى مدى بعيد لازالت موجودة لكنها قد انحسرت انحسارا كبيرا فنحن حينما نصلي نصلي على محمد وآل محمد في ختام الصلاة ونسلم على محمد وآل محمد مثلما هناك صلاة بتراء هناك سلام أبتار سقيفة بني ساعدة تصر على صلاة البتراء سقيفة بني طوسي تصر في الصلوات الواجبة والمندوبة على السلام الأبتار الشيعي هو لو مطايا حظ يترك السلام على أهل البيت وسلم على الروحة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا هو منو أنت هو تسوى لك العال أنت من دون أهل محمد تسوى لك قندر عتيق منو أنت أنت لا تسلم على أهل البيت وتسلم على نفسك هذا هو دين شوافع هذا هو دين النجف دين مراجع النجف دين العترة يرفض هذا هذا سلام أبتار السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صيغ السلام التي وردت عن الأئمة وردت تذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك رواية رواها المحدث القمي ذكر فيها نصاً لخطبة من خطب صلاة الجمعة التي كان يصليها أمير المؤمنين فماذا يقول في مقدمة خطبته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه إلى آخر ما جاء في الخطبة صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه هذا الأمر واضح في الخطب والأدعية والزيارات والروايات بل هو واضح في صلواتنا الواجبة يومياً نحن نصلي على محمد وآل محمد ونسلم عليهم إذن صلى الله عليه وآله صيغة صحيحة تشير إلى شعارنا الجامع المانع اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صيغة صحيحة بدرجة مئة بالمئة تأتي منسجمة مع منطق القرآن في معنى التسليم في الأفق الأول من آفاق الآية وهذا هو الذي يأتي متطابقاً مع نصوص الأدعية والزيارات وهو أمر شائع ومنتشر في كل نصوص الأدعية والزيارات أن نقول أن التسليم بمعنى الخضوع والإخبات والإنقياد لمحمد وآل محمد هذا أفق آخر من آفاق الآية وتحدثت عن هذا المعنى روايات وفيرة هذه ثقافة العترة وهذا منطق المعاريط وهكذا يفهم الدين بعيداً عن المذاق الآخندي البائس إنه مذاق حوزة النجث نذهب إلى فاصل